السلام عليكم كيف الحال? ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين لايكات وشير وسبسكرايب لو انتم جداد وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم الجديد باذن الله تعالى النهاردة مثل ما انتم شايفين مسويين حاجة تحفة هتنفع معانا للفطار والصحور ان شاء الله في رمضان خبز التاوى في اليمن بيقولوا عليه والفطير في مصر فطير الطاصة والمسمن المغربي او المسمن الجزائري يعني هتلاقوه في كل ونفسه هو الكاهي في العراق فهتلاقوه يعني في كل الدول نفس الحاجة بس بتختلف المسميات والنهاردة هنجيب سر تحفة هيخليه مورق معاكم مثل ما انتم شايفين وشايفين الرئات تحفة وعلى الرغم ان هو لا فيه زبدة ولا فيه حليب ولا فيه بيض ولا فيه اي حاجة مكونات سهلة وبسيطة لايك وشير يلا بسرعة نبدأ بالطريقة المأدير وطريقة التحضير ان شاء الله هبدأ حطيت حوالي نص كوب مية هضيف معلقة صغيرة سكر وشايفين اقل من ربع معلقة صغيرة معلقة الشاي الصغيرة خميرة خميرة الخبز احنا مش هيتخمر ولا اي حاجة بس ده اللي هيديني هشاشة للخبز ان شاء الله هبدأ اضيف اربع اكواب طحين اللي هو طحين جميع الاستخدامات او دقيق كل واحد بقى حسب ما بيحب يسميه اللي هما ما يعادل نص كيلو طحين بالزبط مثل ما انتو شايفين وهضيف معلقة خل ابيض وهبدأ اعجن وننزل المية بالتدريج هياخد تقريبا حوالي يعني هو اجمالي المية هياخد من كوب وكوب ربع اول ما بتبدأ تجمع العجينة لازم نبدأ نعجنها حوالي عشر دقائق حتى تصير ملساء ونعمة مثل ما انتو شايفين ويكون قوام العجينة متوسط لا هي عجينة ليينة ولا هي عجينة مسكة او جفة يعني لازم نخليها تريح 15 دقائق وبعدين نرجع نشوف الطريقة حين بعد ما خليت العجينة ريحت 15 دقائق هجيب اي طبق او اي صانية ونحط فيها مسحة زيت ونبدأ حسب حجم الارغفة او المسمن او الفطير اللي انتو تحبوه كبير او صغير تقدر تتحكمه في حجم الكرات اللي هنعملها احنا هنعملهم يعني يعتبر ارغفة كبيرة يعني لو حبيتوا تعملوها صغيرة فطبعا هيديكي عدد اكبر هنكورهم زي ما انتو شايفين هتكورهم ونرجع نشوف الخطوة الثانية اعطوني اربع كبار واحدة متوسطة هغطيهم وخليهم يرتاحوا خمصة شردية عامل النجاح في الفطير او المسمن او الملوي او الشباتي او الكاهي هو كله تريح العجين انت لما بتريح العجين بتسهل عليك في الفرد وفي التشكيل هنا هناخد السر بقى ده حبيبنا في المغرب وفي الجزائر بيستخدموه هناخد حوالي نص كوب زيت وهنضيف عليها معلقة بيكين باودر اللي هي خميرة الحلويات او هم بيوروا عليها بالفرنساوي مع الزيت وهنقلبها كويس جدا هو ده اللي هيديني الناس اللي بتشكي ان يكون الخبز او الفطير معاها معجل فده اللي هيدينا توريقة ورقات زي ما انتوا شايفين هنا العجينة شايفين صارت نعمة وملساء لما ريحناها 15 دقيقة بعد مقطعناها الكرود هبدأ افرش او ادي مسحة زيت على سطح العمل اللي هنشتغل عليه وابدأ افرد تقدر تفردي بايدك لكن انا بالنسبة لي بشوف النشابة او فرادة العجين او المردنة اسهل في الفرد هنحاول بقدر الامكان نفردها بشكل مستطيل او مربع عشان تدينا خبز يعني بالشكل ده هنا بقى ده سميد البسبوسة اللي هو السومولينا هندي مسحة زيت اللي فيها البيكن بودر اللي عملناها ونبدأ نمسك من الاطراف ونهوي العجين هذا بندخل فيه اكبر قدر من الهوى عشان يدينا رقاية خفيفة جدا وهو النجاح لازم تكون العجينة معاك رقيقة يعني تكون الرخامة اللي بنفرد عليها او سطح العمل يكون شفاف تكون العجينة شفافة زهرة من تحتها هدي مسحة زيت وطوين الطرفين على بعض وبعد كده برضو مسحة زيت ورشة سومولينا وطوينها زي مظروف بالزبط هنا هنفرد مع بعض واحدة تانية لازم نفرد بشكل بقدر المستطاع مستطيل او مربع وتكون العجينة رقيقة جدا وعشان ندخل فيها كمية هوى بنمسك من الاطراف ونهويها بحاجة بسيطة ومعلاقة الخل هي بتديك عرق للعجينة فبتخلي العجينة بقدر الامكان ما تتقطعش منك اهو هندي مسحة زيت وبعدها رشة السميد ونطوين طرفين وبعدين مسحة زيت ورشة سميد واطوين الاربع اطراف على بعض زي مظروف هسويهم كلهم وخليهم سبتهم يرتاحوا عشر دقايق لازم نسبيها عشان لو حاولت تفرديها مباشرة هتلاقيها اتقطعت معاك هنا وهتدهن اديك الزيت والسطح العمل الزيت ونبدأ زي ما انتم شايفين كده نفردها بمنتهى السهولة ومنردها لا تكون رفيعة ولا تكون سميكة تكون متوسطة وعندي مقلية تكون سخنة حطينا فيها معلقتين زيت ومعلقة زيت على الوجه ونبدأ زي ما انتم شايفين نسوي الخبز او المسمن او الملوي او الفطير او التاوى يعني او شايفين الخبز بدأ بيرتفع ماشاء الله او يعني ده بيقولي ان الخبز ناجح وممتاز ومورق معايا او شايفين ماشاء الله طحفة اهو شايفين الانتفاخ قد ايه ده كله بيديني توريقة داخل العجين الهوى ده اللي بيقول ان كله رقات خفيفة هنفضل نقلب فيها سانيتين سانيتين لحد مثل ما انتم شايفين اهو كده خلصت معانا هنسوي مع بعض واحدة تانية كل الخبز والله والفطير ده او المسمن ماشاء الله كله مورق وطحفة ورهيب هنسوي مع بعض واحدة تانية لازم المقلية تبقى سخنة معلقتين زيت كل 3 او 4 ثواني بنقلبها على الجانب التاني ونحط معلقة زيت على الوجه نفس الزيت اللي كنا حطين فيه البيكن بودر اللي تبقى معانا من الفرد وبتضغطي عشان تحرر الهوى فشايفين كله بيرتفق وكله ماشاء الله واخد تحميرة ولون حلو النار طبعا تكون متوسطة ما تكونش عالية لان لو عالية هتاخد منك على طول لون من الجنبين ومن داخل يكون عجين لسه فالنار تبقى متوسطة مع التقليب المستمر كل سانيتين 3 تقليب على الوجه الثاني عشان ياخد تسوية مزبوطة وفي نفس الوقت رقات العجين من داخل تكون مستوية معاك مش مع الجنب اهو شايفين لون احمر وتحفة ورهيب يعني صراحة كلهم هيشكروك عالية صراحة هنا بعد ما خلصت كل الارغفة نقدمه بقى مع عسل وجبنة هينفعك في الفطار في الصحور غير طبيعي وهنفتح دلوقتي مع بعض واحدة وتشوفوا قد ايه التوريقة ورشة السميد اللي مش متوفر عنده السميد يقدر يحط رشة طحين عادي يعني اهو شايفين ما شاء الله يعني شكله اصلا يفتح النفس اهو شايفين ما تبخلوش علينا يا جماعة باللايكات والشير والكومنت الحلو شايفين قد ايه لها شاشة والتوريقة شايفين ما شاء الله والتسوية واخد لون محمر كده طحفة نفتح بالمقصة بقى ونشوف بسم الله ما شاء الله شايفين الرئات اهو رهيب وما خدش منك اي وقت اهم حاجة هو تريح العجين كل ما بتريح العجين في كل مرحلة بيديكي بيفرد معاكي بيتشكل معاكي بمنتهى السهولة يعني غير طبيعي صراحة اهو شايفين الورقة يعني يعني ورقة خفيف جدا وشايفين من داخل اهو كلهم مورق ما شاء الله ده هيبقى ممتاز في الصخور في الفطار اسناك بعد فطار رمضان في الايام العادية في الصيف بقى في العشا في الفطار يعني ينفع معا كل الوجبات اصلا وينفع تغمسي بيه جنب اي اكل يعني او اي صالونة او اي اخني يعني اهو شايفين الرئات واللون رهيب ان شاء الله تجربوا الوصفة وهتطبستوا عليها باذن الله وهفتح معاكوا واحد تاني عشان تعرفوا شايفين يعني اصلا هشاشة الخبز واضحة اهي شايفين كل الخبز ما شاء الله مورق اهو شايفين الرئات اصلا يعني مش متحملة اهي وكله مستوي وناجح من داخل ما شاء الله اهو شايفين رهيب ان شاء الله هنتظر رأيكم بعد ما اتطبقوا الوصفة وما تبخلوش علينا باللايك والشير والكومنت الحلو ارجوكم شارعوا الفيديوهات رمضان كريم ان شاء الله وتطبستوا على رمضان ربنا يبلغنا واياكم رمضان لا فاقدين ولا مفقدين وتطبستوا مع اوقات رمضان فطاعة ربنا وما تنسوش برضو حبايبنا تطلعوا للغلابة كل يوم طبق كده من اطباق الفطار وكله في ميزان حسناتكم ان شاء الله وربنا وطبعا اللي يقدر يتبرع بمبلغ مالي انتو عارفين الظروف فيه ناس كتير جلسة من الشغل بتاعها وحالها توقف بسبب كورونا فربنا يعينا واياكم على مساعدة الاخرين